اشتركوا في القناة هو وجود العديد من التفاصيل والحقائق التي تميز تابع معنا هذا الشريط لنكتشف بعضا منها اقصر رحلة جوية في العالم ربما ستصيبك هذه المعلومة بالدهشة وهي صحيحة لا غبان عليها فاقصر رحلة جوية بالعالم لا تتجاوز 57 ثانية نعم ما سمعته صحيح 57 ثانية تقطعها الطائرة بين جزيرة ويستري وبابا ويستري بدولة اسكتلندا وتصل المسافة بين الجزيرتين لنحو 2.7 كم وفي المقابل فأطول رحلة جوية في العالم سجلت بين مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ومدينة سيدني باستراليا اذ وصلت لنحو 19 ساعة وستة عشر دقيقة متواصلة بدون توقف وذلك لقطع مسافة تقارب ستة عشر ألفا ومائتي كيلومتر مرهقة هذه المسافة أليس كذلك؟ أكبر طائرة في العالم تعد الأنترونوف AN-225 أدخم طائرة بالعالم حيث يبلغ وزنها 285 كيلوغراما وهي فارغة وتستطيع استيعاب حمولة تصل لمائتين وثلاثة وخمسين طن أما طولها فيصل لأربعة وثمانين مترا بينما يبلغ طول جناحيها حوالي ثمانية وثمانين فاصل أربعة متر لها نسخة وحيدة في العالم وتتوفر على ستة محركات نفاثة قامت بأول رحلة لها سنة ألف وتسعمات وثمانية وثمانين لنقل مكوك الفضاء بوران الذي طوره الاتحاد السوفيتي أنذاك ثم بقيت لعدة سنوات خارج الخظمة لتعود مجددا إلى التحليق في الأجواء حيث صارت مهمتها نقل الحمولات الثقيلة فقط أما أكبر طائرة استعابا للركاب فهي طائرة إيرباس أي ثلاثمائة وثمانين ثمانمائة والتي تتكون من طابقين بمقاعد لثمانمائة وثلاثة وخمسين راكبا يصل طولها للثلاثة وسبعين مترا وطول جناحيها لقرابة الثمانين وهي مزودة بأربع محركات نفاثة من صنع شركة رولز رويس الصندوق الأسود ليس أسودا كثيرا ما نسمع هذا المصطلح خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحوادث التي تقع للطائرات فكل طائرة مزودة بهذا الصندوق والذي يتم تتبيثه في الجزء الخلفي منها والغرض منه هو مساعدة المحققين أثناء تحرياتهم وهو في الأصل يتكون من صندوقين صندوق أول يسجل البيانات الرقمية المتعلقة بالرحلة والقيم الفيزيائية كالوقت والسرعة والاتجاه وصندوق ثاني يعمل كمسجل صوتي لما يحدث ذاخل قمرة القيادة من حوار بين الربابنا ومختلف الأصوات هناك يدخل في تكوين الصندوق الأسود مجموعة من المواد المقاومة للحرارة والتلف والضغط العالي كالفولاذ والألمنيوم والسيليكا والتيطانيوم والغريب أنه على الرغم من اقترانه بالأسود فهو ليس كذلك على أرض الواقع إذ أن نوله يكون إما برتقاليا أو أصفرا ويرجح البعض سبب ارتباطه باللون الأسود كإشارة إلى سوداوية الأحذات التي ترافقه بينما يرى آخرون أن الصنادق الأولى التي تم اختراعها كانت بالفعل سوداء اللون وجارت تغييرها إلى اللون البرتقالي ليسهل إيجادها بين حطام الطائرات أقنعة الأكسجين لن تحميك لمدة طويلة يعتقد الكثير أن تلك الأقنعة الصفراء الصغيرة قد تؤمن أكسجينا كافيا للمسافرين في حالة الطوارئ لحين انتهاء الأزمة وهذا خطأ فمتوسط أدائها لا يتجاوز 12 دقيقة على الأكثر بينما الأكسجين المتاح لكل ربان في قمرة القيادة يصل لساعتين من التزود الطائرات مرتع للجراثيم بشكل كبير على العكس الذي يخطر ببالنا من أن الطائرات نظيفة إلا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أنها مليئة بالجراثيم وذلك لأن فرق التنظيف لا تجد الوقت الكافي للتنظيف مختلف الأماكن بالطائرة بدءا من المقصورة فالأزرار والمقاعد إلى أحزمة الأمان كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الحمام ليس الأقذر في الطائرات بل الطاولات المخصصة لأكل الوجبات والتي تعد البيئة المثالية لانتشارها حيث تم استخدام وحدة الـ CFU المخصصة لحساب مستعمرات الجراثيم وذلك لحساب كل إنش مربع فاستنتجوا أن تلك الطاولات تحتوي على 1255 CFU بينما لا تتجاوز 265 على زر السيفون في نفس المساحة نوافذ الطائرات الدائرية في الخمسينيات تم استخدام The Haveyland Comet تعوى لطائرة نفاتة في العالم وشكل ذلك طفرة نوية في تطور الطائرات غير أنه بعد عام من الاستعمال تداعت تلك الطائرة في السماء وسقطت وهو ما جعل العلماء يجرون فحصاً دقيقاً على جميع أجزاء الطائرة بدءاً من القطع الكبيرة كالمحركات والأجنحة إلى أصغر الأجزاء كاللوالب وبعد عدة أبحاث استقر رأيهم في الأخير إلى أن الضغط المولد على الطائرة يظهر بشكل أقوى حول زوايا النوافذ والتي كانت أنذاك مربعة ومن تم تقرر تحويلها لتصير لنوافذ ذائرية لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟ تتعدد الأسباب التي تجعل معظم شركات الطيران في العالم تعتمد على اللون الأبيض في طائراتها وذلك لأنه لا يكون مكلفاً كما هو الحال للألوان الأخرى كما أنه يقلل من احتمالية استضام الطيور بها لأنه يساهم في عكاس الضوء بشكل كبير ما يجعلها تتجنب الاستضامة بها في معظم الحالات هناك سبب آخر يبرر استعمال اللون الأبيض فهو يساعد على كشف الخدوش الصغيرة والشقوق والأضرار والتي غالباً ما تحدث أثناء التحليق المتكرر للطائرات شكراً على المتابعة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة شكراً على المتابعة